في الوقت الذي تصارع فيه وزارة السكن والعمران الزمن من أجل استكمال إنجاز السكنات في الآجال المحددة نجد سلطات المحلية تتماطل في توزيع هذه السكنات على أصحابها لتبقى الأسباب مجهولة المواطن الذي يعاني ويلات السكن منذ عديد السنوات قابل هذا التماطل بطرق مختلفة فمنهم من فضل تدهشين هذه السكنات بطريقة شعبوية تحت عنوان الاقتحام كما كان الحال في بلدية الحمامات بالعاصمة نحن عدنا حق كما هدوك عندهم حق كما نحن عدنا حق ويأخويا يجي وفيري فيه بالواحد ليلقاه ما يسحق ولا ما يسحقش لي عنده والجاز ضم يا أخويا من حق وينحيله يتقل الله في نفسهم ليسهل يعطوله يعطوله ولي عنده يسهل عليه يخليه براسة الخوة زي دباينم وريد باينم حياتي قع باينم يعرفون قع ومدينش ومحقورين وفي هذا الإطار أكد والي العاصمة اليوم أن العائلات المقتحمة سترحل قريبا في حين تفضل عائلات أخرى الاحتجاج بطريقة سلمية للتنديد بتوزيع السكانات المغلقة كما هو الحال في ولاية وهران وتحديدا ببلدية بقوق أيدا عدم توزيع السكانات الجاهزة هو المشكل القديم الجديد الذي يوجه الحكومة في كل مرة والسبب الجهات المحلية رغم إنهاء المشاريع في أجالها فمتى ستلتزم هذه الأخيرة بالمهام المكلالها؟